ثلاثة صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرونتش موجزون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم جدد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة التحذير من خطورة التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الناضية وخلال لقائه المبعوث الأمريكي للبنان على هامشي زيارته إلى واشنطن أكد وزير الخارجية على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة مشيرا إلى جهود مصر الحثيثة للتهديئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أودت بحياتي أربعة عشر شخصا وإصابة ستة وستين آخرين في حصيلة أولية من بينهم تسعة جرحة حالتهم حارجة استشهد سبعة وعشرون فلسطينيا على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة بينما وصلت الدبابات تقدمها في شمال غرب رفح الفلسطينية في الوقت نفسه قال بعض الفلسطينيين النازحين بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إنهم يخشون أن تغمر الأمواج العالية مخيمه المؤقت على الشاطئ أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي نهول علم للإدارة الأمريكية بشأن إختار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت وأكد كيربي أن واشنطن لا تزال تؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدما مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يفقد الأمل في صفقة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بموصلة العمل لرؤية إن كان من الممكن طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين ناصحا في نفس الوقت الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان ولا فتن إلى أن واشنطن تنخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل للسماح لسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم وفي تعليقه على إمكانية التوصل لصفقة في غزة أكد بايدن ضرورة موصلة العمل لإنجاز التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع رفضت روسيا مبادرة الرئيس الأوكراني فلودومير زينيسكي والتي أطلق عليها خطة النصر ووصفت موسكو المبادرة بأنها حيلة لإبقاء الغرب في صف كييف وقالت إنها لا علاقة لها بالبحث عن حل دبلوماسي أو سياسي لإنهاء الحرب وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الخطة تبدو كأنها حيلة من الرئيس الأوكراني الذي تتهمه روسيا بمحاولة جر الغرب إلى حرب شاملة ضدها لتحقيق مصلحة شخصية حذرت روسيا الغرب وأوكرانيا من عواقب كارثية إذا تحركت كييف ضد حليفتها الوثيقة بلاروسيا مؤكدة أنها سوف تتدخل للدفاع عن الدولة التي نشرت فيها أسلحة نووية تكتيكية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو تشعر بالقلق إذا أما وصفته بنشاط استفزازي متزايد على الحدود مع بلاروسيا مضيفة أنها لا تستبعد أن تكون هناك محاولات للتصعيد في المنطقة أضفت أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي طلقتها بشأن تكثيف القوات الأوكرانية أنشطتها في المنطقة الحدودية صدق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون لتعزيز حماية جهاز الخدمة السرية لمرشح الانتخابات الرئاسية وتمت المصادقة على النص بإجماع 405 نواب حاضرين وأحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره ويطلب التشريع من جهاز الخدمة السرية أن يوفر لمرشحين رئيسيين في استحقاق الانتخابي مستوى الحماية نفسه المخصص للرؤساء الحاليين ونوابهم شاهدين انتهى الموجز ولمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جول باي أو من خلال الكيو أركود الظاهر ومحضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري ودنتم في أمان الله